جدل كبير يتسع كلما اقترب موعد الانتخابات في العراق يبدأ من الحديث عن جدوى إجرائها في ظل نظام سياسي فاشل ولا ينتهي عند تنوع عمليات التلاعب والتزوير التي يكشف الصراع بين الأحزاب عن بعضها ويخفي اتفاقهم أكثرها آخر صراعات التلاعب التي كشف عنها ما سمي خلية الابتزاز الإلكتروني التي تقودها أحزاب متنفذة بهدف التأثير في نتائج الانتخابات عبر أجهزة تصويت وعمليات لشراء بطاقات الناخبين فضلا عن عمليات تشويه ضمن صراع سياسي لا يعرف حدا ولا يلتزم بمعيار قانوني أو أخلاقي حكومة الكاظمي من جانبها ما زالت متمسكة بإجراء الانتخابات على الرغم من الانسحابات الاستعراضية التي قامت بها كتر وأحزاب أحست بخطر فقدان نفوذها وخلال جلسات ما سمي بمؤتمر الحوار الوطني حاول الكاظمي أن يلقي باللائمة على عامة الشعب واصفا التدهور والفوضى التي صنعها وشركاؤه في العملية السياسية بأنها أزمة اجتماعية أكثر من كونها أزمة سياسية فقط مخيرا العراقيين الرافضين المشاركة بالانتخابات بين الاقتتال والفوضى أو ما سماه التغيير التغيير الذي يتحدث عنه الكاظمي صار مبتذلا ومستهلكا بعد مرور أكثر من ثمانية عشر عاما من الحديث المتكرر عنه ولم يرى العراقيون منه إلا تغييرا نحو الأسوأ فيما بدت ثنائية الانتخابات أو الفوضى تهديدا يفتقد للكياسة والحصافة السياسية من رأس الهرم في السلطة في الوقت ذاته اتهم نواب ونشطاء رئيسة البعثة الأممية في العراق جينيني بلاس خارت بموارسة دور شاهد الزور على العملية الانتخابية التي ستكون الأكثر خرقا وانتهاكا لمبادئ الديمقراطية وقال النائب باسم خشان أن الانتخابات المقبلة ستقضي على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص مشيرا إلى أن المادة السادسة والأربعين من قانون الانتخابات ستمكن المرشح الخاسر من الوصول إلى البرلمان حتى إذا حصل على صفر من الأصوات فيما تتسع دائرة المقاطعة المجتمعية الانتخابات تجري في سياق أزمة سياسية واقتصادية وسط تفشي وباء كورونا وشارع ناقم يرى أن تغييرا منتظرا على يد هؤلاء أمر ميؤوس منه